السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة صحتك في معلومة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نقدم لكم أهم الفوضة الصحية المذهلة للبازلاء البازلاء الخضروة هي أحد أنواع الخضروات الشعبية الغنية بالكثير من الأليافة ومضادات الأكسادة فالبازلاء الخضروة تحتوي على العديد من الفوضة الصحية المذهلة التي سوف نبين لكم أبرزها في التقيير التاني فإذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل يقونة الجرس ليصلكم كل معلومة جديدة ومفيدة إن شاء الله فابقوا معنا إلى نهاية هذا الفيديو هل تعلم ما هي أهم الفوضة الصحية العظيمة لتناول البازلاء صيدلية عديدة من الفوضة الصحية لم تعرفها من قبل عن البازلاء الخضروة البازلاء وتعتبر البازلاء أحد أنواع الخضروات المغذية والمحبوبة حول العالم هي فعليا تنتمي لعائلة البقوليات ولكن الغالبية يعرفونها على أنها نوع من الخضروات ولكن أحيانا قد تسمع بعض التحذرات التي تنهي عن تنول البازلاء النية فما حقيقة فوائد البازلاء وما حقيقة أضرارها القيمة الغذائية للبازلاء تعتبر البازلاء غنية بالمواد الغذائية ومضادات الأكسادة والأليف ويحتوي كل نصف كوب من البازلاء الخضروة على 170 غروم سعرات حارية 62 كرباهدروت 11 غروم أليف 4 غروم بروتينات 4 غروم فيتامين أليف 34% من الحصة المصابة يوميا فيتامين كيف 24% من الحصة المصابة يوميا فيتامين سي 13% من الحصة المصابة يوميا الثيمين 15% من الحصة المصابة يوميا الفولي 15% من الحصة المصابة يوميا المنغنيز 11% الحديد 7% من الحصة المصابة يوميا الفسور 6% من الحصة المصابة يوميا وما يميز البازلاء عن أنواع الخضروات الأخرى هو احتوائها عن نسبة علي من البروتينات متابعين الكروم لا تعد هذه المعلومات مرجعا طبييا وفي حالة القلق منها يجب عليكم مراجعة الطبيب وخصوصا للمرأة الحامل والذين يوضبون على تناول الأدوية الفوض الصحي العظيم للبازلاء البازلاء مشبع ومصدر ممتاز البروتينات تعتبر البازلاء أحد أفضل المصدر النباتية للبروتينات الأمر الذي يجعلها مشبعة بالإضافة بالطبع لكونها تحتوي على كمية عالية من الألياف وتساعد البروتينات عموما على زيارة مستويات هرومونات معينة في الجسم تقطع الشهية ابطاء عملية الهضم خاصة مع تواجد الألياف للشعور بالشبع لمدة أطول وتحسن البازلاء صحة العضلات والعظام وبسبب محتوها العالية من البروتينات تعتبر البازلاء خيورا جيدا للنباتيين ولكنها ليست مصدرا كامنا للبروتينات وتساعد البازلاء عن موازنة مستويات السكرية في الدم للبازلاء الخضراء العديد من الخصوص التي تجعلها تساعد في موازنة مستويات السكرية في الدم وذلك لأنها المؤشر الجليسيمي فيها منخفض كما أن البازلاء غني بالألياف والبروتينات التي تلعب دورا كذلك في تنظيم مستويات السكرية في الدم إذ أن الألياف تعمل على ابطاء عملية امتصاص الكربوهيدروت وبالتالي لا تؤدي رفعه مفاجأة في سكر الدم بل رفع تدريجيا البازلاء تسهل هضم الطعام محتوى البازلاء العالية من الألياف يساعد على تحسين عملية الهضم إذ تعمل هذه الألياف كغذاء ملائم للبكتيريا والأمعاء المفيدة ما يبقيها بصحة جيدة ويمنع زيارة عددها عن الحد الطبعية وتسهل عملية إخراج الفضلات من الجسم وهذا كله يقال من فرص الإصابة بأمراض الجهاز الهضمية مثل ذا الأمعاء الالتهابية ومرضى القولون العصبية وصرطون القولون الحماية من الإصابات ببعض الأمراض المزمنة وخصوص البازلاء وقيمتها الغذائية العظيمة قد تجعلها سببا في حمايتك من الإصابات ببعض الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وتحتوي البازلاء على عناصر غذائية تساعد على تحسين صحة القلب مثل الماغنيسيوم والبوتاسيوم والكاليسيوم وتساعد الحمية الغذائية الغنية بالعناصر السابقة على منع ارتفاع ضغط الدم والذي يعتبر أحد عامل الإصابة بأمراض القلب كما وجد أن الألياف العالية في البازلاء والخضروات عموما تساعد على خفض مستويات الكولسترول السيء في الجسم والذي يعتبر أحد عوامل الإصابة بأمرض القلب كذلك ناهيك عن احتواء البازلاء على مضادات أكسر لا تقلل من فرص حدوث الجلطات وتقلل من فرص إصابة خلال القلب بأي ضرر يساعد تناول البازلاء بانتظام على التقليل من فرص الإصابة بالسرطان نظرا لمحتويها العالية من مضادات الأكسادة لاحتويها البازلاء على مركبات السابونين المعروفة بخصائصها المكافحة للسرطانات والتي أظهرت العديد من الأبحاث أنها قد تقلل من نمو الأورام السرطانية لاحتويها على العديد من العنصر الغذائية التي تقلل من فرص الإصابة بالسرطانات مثل فيتامين كاف المفيدة بشكل خاص في محاربة سرطان البورستيتا أضرار البازلاء على الرغم من فواد البازلاء الرائع وقيمتها الغذائية الرائعة إلا أن تناولها لا يخلو من سلبيات إذ تحتويها البازلاء عن نسبة عالية من بعض المواد التي قد تؤثر سلبا على الجهاز الهضمي وعمليات امتصاص العناصر الغذائية الهامة وهذه المواد ما يلي حمض الفايتكا والذي قد يعيق امتصاص بعض المعادن مثل الحديد والكاليسيم والزينكا والماغنيسيوم الكاتينيتا والتي ترتبط بالغازات والنفخة وقد تعيق عمليات امتصاص المواد الغذائية ومن الممكن التقليل من هذه الأضرار المحتملة للبازلاء باتباع القواعد التالية تناول حصص معتدل من البازلاء تناول البازلاء بعد طهوها جيدا فقط وتجنب تنويلها نيئة بكثرة ترجمة نانسي قنقر